وبالعودة للوضع الأمني في ديالة ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي سيد غيث التميمي أهلا بك سيد غيث في حصاد التغيير لهذه الليلة وأسألك نفس السؤال الذي طرحته في تغريدتك لعلك تملك الإجابة عليه إلى متى يستمر الوضع الأمني في ديالة خارج سلطة الدولة كما وصفته ولمصلحة من يحدث ما يحدث تحية لكم ولمشاهدين وضع ديالة بالحقيقة هو قنبلة موقوتة وهناك معاول لحفر خنادق طائفية سرعان ما يتمترس بها جيوش من أجل صراعات تتقسم المجتمع العراقي وترجع الناس إلى منطقة لا يريد العودة إلها أي كل العراقيين وضع ديالة خارج سلطة الدولة والدليل على أنه خارج سلطة الدولة الانتهاكات المستمرة بديالة ليست عملية مفاجئة اليوم هذه خلال فترة السنتين الأخيرة سنة ونص الأخيرة تكررت عمليات إرهابية وكلها يقف خلفها دوافع طائفية أو يقف خلفها تفسيرات وتأويلات طائفية وانحيازات طائفية مو من المعقولة أن تستمر ديالة بركان طائفي ممكن يهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي بهذه الصورة الآن قبيلة بني تميم في محافظة ديالة في نفس المنطقة بالمقدادية تعرضت هذه الحادثة الثانية خلال فترة قصيرة لعمليات مجازر بالحقيقة إرهابية هذه المجازر يراد منها تكريس الانقسام المجتمعي بين المواطنين بين العشائر العربية الموجودة هناك الناس تسعى والقبائل والعشائر وجميع المواطنين في محافظة ديالة يتطلعون إلى أن تكون هذه المحافظة ممسوكة من قبل القوات المسلحة النظامية ويتطلعون أن تكون الأجهزة الأمنية مسؤولة على مسك الأمن ومسؤولة أمام القضاء ومسؤولة أمام القانون ليس من المعقول تقتل كل هذه الأرواح قبل فترة أيضا في قرية من قرى كانت هناك مجزرة بحق قبيلة العزة وحق غيرها هذه المجازر كلها جاي تريد تأشر إلى تحريك الشارع طائفيا خصوصا أنه هي مو بمعزل عن خطاب طائفي يتم تسويقه في الزيارات قبل فترة أيضا شهدنا بعض المحاولات لتأجيج الطائفية مثل ما أشارها السيد مقتدى الصدر في تغريدة إلى حول شتم الصحابة وأم المؤمنين عائشة مثلا في منطقة الأعظمية أو العكس تماما أيضا موجود هناك خطاب طائفي يراد تحريكه في العراق فأنا أقول بشكل واضح وصريح إذا كان بعض الأحزاب والقوى السياسية أفلست انتخابيا وتشعر بأن الانتخابات جايتها وما أمامها وسيلة لتقديم نفسها للشعب انتخابيا حتى تجمع أصوات إلا العودة إلى الحروب الأهلية والصراعات والقتل والخطف وتهديد الأمن وانتهاك الدستور والقادون وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء على أسس عنصرية وطائفية فينبغي أن تكون الدولة محاسبة هذه القوى السياسية يجب أن تمنع من المشاركة لا يمكن أن تستمر دماء العراقيين تهدر بهذه الطريقة البشعة مقابل أن يحصل بعض الأطراف على أصوات في صناديق الاقتراع أو أن يستمرون في الحكم هذا فشل يجب أن تتحمل مسؤوليته الجزء الأمنية في محافظة ديالة إضافة إلى السلطات المحلية والجهات الاستخبارية سيد غيث الأمر لا يتعلق بالجهد الاستخباري ولا يتعلق بالاستناد على المعلومات كما ذهب نواب بهذا الاتجاه الأمر يتعلق بعصابات لا تكترث بالحكومة كما تحدث البعض لا تستطيع أي جهة أن تقبض عليهم هم معروفون للجهات الأمنية لكنها تخشى اعتقالهم بسبب الضغوطات السياسية التي تقع عليهم هذا ما تحدث به بعض المحللين عزيزي المشكلة أنه خلي نكون كلش واضحين أكو نوعين من الإرهاب يمارس في الدولة العراقية نوع من الإرهاب اللي هو مجرم في أجهزة الدولة الأمنية والحكومية ومجرم سياسيا ومجرم قانونيا افترض مثل إرهاب داعش هذا النوع من الإرهاب ببساطة شديدة بمقدور الأجهزة الأمنية التصدي إلى ومواجهته ليش؟ لأنه مجرم أي شرط يواقف بالشارع لما يشوف الجماعة أو يصير عنده أي مؤشرات على جريمة يقوم بها عصابات داعش أي جندي راح يصده ويقوم بالواجب لكن هناك نوع آخر من الإرهاب يمارس تحت ظل القانون والدستور وهذا اللي أشاره لحتى نقيب الأطباء في محافظة ديالة بعد حادثة قتل الطبيب قبل أيام وقال بشكل واضح القتل والجهات اللي تقوم بهذه العمليات بسيارات الدولة وبحمايات الدولة وتحت غطاء سياسي هذا النوع من العمليات الإرهابية والإجرامية ليس بمقدور الجندي أن يتصرف ليس بمقدور الضابط ليس بمقدور الشرطي ليس بمقدور حتى ضابط الاستخبارات أن يكتب تقريره ويقول من هو اللي قام بالفعل ليش؟ لأنه عمليا مرتبطة هذه الجرائم بأطراف سياسية مو مرتبطة بتنظيم مجرم مثل داعش لذلك كنت تشوف هل هي ديالة ما بها أجهزة أمنية ما بها قوات مسلحة هل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة والقانون في ديالة قطعا هم قادرون وقطعا هذه المسألة مسألة لا تكلف الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية النظامية في المحافظة سوى توجيه القائد العام للقوات المسلحة ثاني يوم تبدأ عمليات تنظيف وتطهير وإعادة المحافظة هل هي نوع الحلول المطلوبة إذن سيد غيث؟ لكن يعني الوضع لا يحتمل حلول تقليدية لكن المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية في حال هذا الضابط العسكري أو هذا الجندي أو هذا الشرطي أو هذا الضابط الاستخبارات أو غير من الأجهزة الأمنية إذا راح واعتقل هذا المجرم أو هذه الجماعة والعصابة الإرهابية وطلعت مرتبطة بالفريق ألف أو الفريق باء بالجهة السياسية أو الفصيل السياسي ألف أو باء من الراح يحمي هذا الضابط؟ رأساً راح يجي أمر نقله وعقوبته وينذب السجن ويطلع المجرم من القاتل نفسه هو يطلع أمام الناس ويبدي حاسب هذول الضباط والقادة الأمنية ما الحل إذن سيد غيث؟ هل يمكنكم واقعين القصور ليس بالأجهزة الأمنية ولا بالقادة العسكريين ولا يوجد هناك دوافع عشائرية أو دوافع طائفية لدى المواطنين في محافظة ديالة من كل المكونات وخصوصاً من السنة والشيعة أهل ديالة أكثر متعايشين مع بعضهم ومنظومتهم القيمية واخدة بغض النظر عن مذهبيتهم لكن هناك عصابات تعمل بهذه الطريقة لأهداف ومصالح سياسية وهذه تحتاج إلى قرار سيادي وقرار اتحادي يكون القائد العام للقوات المسلحة شخصياً يركب سيارته ويأخذ قادة العسكريين والأمنيين ويروح إلى محافظة ديالة فوراً ويفرض الأمن والقانون في الحوادث السابقة اكتفى دولة رئيس الوزراء بالاتصال هاتفياً على ذو الضحايا ووعدهم بأنه سيعاقب المسؤولين عن الجرائم واعتقلوا تقريباً 18 شخص هذا لا يكفيها دولة رئيس الوزراء يجب التحرك الفعلي والذهاب ميدانياً ومنح القادة العسكريين والأمنيين القرار السياسي بمعاقبة هؤلاء الناس وهذه بالنسبة إلى مسائل مكشوفة عد الشيوخ العشاير وعد الأجهزة الأمنية وعد الناس الموجودين أهل المحافظة يعرفون تماماً منه الطرف ألف وليسوا هاي العملية ومشكلة ويمنه وشن الأهداف اللي تقف خلفها كل شيء واضح في ديالة لأن أهالي ديالة ناس عشائر وهذه أغلبها مناطق قرى عشائرية الأمور بها مكشوفة مو مثل المدن معقدة وتداخل بها المسائل كل شيء كما تفضلت به مكشوف في ديالة لكن أمام الإعلام فقط لا يتم الحديث لكن ما تحت الطاولة أو على أرض الواقع وليس تحت الطاولة كل شيء معروف إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ديالة هذا التوتر سميه ما شئت إذا لم يتم إنهاؤه هل سيكون شرارة تعم العراق بأكمله كما تحدث البعض أولاً أقول بضرس قاطع لن لم ولن يعود العراق إلى مرحلة الحرب الطائفية والحرب الأهلية والصراعات الطائفية بين السنة والشيعة إطلاقاً هذا حلم لن ينالوه إطلاقاً لكن إديالة الآن بركان ممكن أن يثور ويهدد السلم الأهلي والأمن والاستقرار في البلد وهذا موضوع بالنتيجة سيستثمر به الأطراف السياسية انتخابياً والأطراف السياسية من الطرفين من الأطراف السياسية اللي عايشة على دم السنة والأطراف السياسية اللي عايشة على دم الشيعة هذول الطرفين من 2003 إلى الآن يغلون بدماء العراقيين من أجل حصاد أصوات ومن أجل مناصب ومكاسب سياسية أوراقهم مكشوفة لكن عملياً هم قابضين على السلطة ومستفيدين من استمرار العنف والإنيار الأمني لأنهم غير قادرين على تقديم الخدمات الأساسية غير قادرين على إعادة بناء محافظة ديالة غير قادرين على إعادة المياه للبساتينها وأراضيها الزراعية غير قادرين على مسك الحدود وإغلاق المنافذ الحدودية غير القانونية في محافظة ديالة غير قادرين على مواجهة عصابات السلاخ وعصابات المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة لأن كل هذه الجماعات نافذة ومسيطرة وتمول جهات وأطراف في مراكز القرار هذه حرب داخل الدولة حرب الدولة الداخلية لذلك المرجعية وصفت أن الحرب على الفساد أشد من الحرب على إرهاب داعش فعلا لأنه أقول مرة أخرى أي شرطي أي جندي قادر على موجهة الدواعش لكنه غير قادر على مواجهة هذا النوع من العصابات المنظمة لأنها تستخدم هويات الدولة وسيارات الدولة وأسلحة الدولة والغطاء السياسي اللي يوفر لهم حرية الحركة والقيام بمثل هذه العمليات الإرهابية نعم شكرا جزيلا الباحث في شأن السياسي سيد غيث التميمي